أحبتكم الله أحبتي مشاهدي قناة طليعة الفضائية ومتابعي برنامج فجر الأبوذية ومساكم الله بالخير ومسيط العافية عليكم أحبتنا المشاهدين مثل ما عودناكم سألتكم سالفة من سؤال في الأبوذية ومن قصص الأبوذية اللي انكتبت عليها أبوذية اليوم سالفتنا عن الخوة وعن كسرة الخوة وعن انصاب الخوة اليوم سالفتنا للشاعر الشعيب الغريب الشعيب الغريب تعارك وي أخوته بسوق الشيوخ أخوته تعاركوا وياه وقسوا عليه حيل جدا من الناس وطقوه وتأذى من عنده مش عيب الغريب حيل تأذى حبتنا المشاهدين اليوم الواحد من تجي تطق من الغريب بيها مجال بس من تجي تطق من أخوك بن أمك ما بيها مجال صيرت تطق بالقلب بيوم الأيام أكو واحد انحكم عليه بالإعدام بالرجم فالناس اجت ترجمة بالحجارة هذا اللي يشمر عليه حجارة شبيرة وهذا اللي يشمر عليه حجارة صغيرة هو واقف مثل الجبل واقف ماهتم ولا قال آخ اجي واحد من أهله ومن قرائبة شمره بوردة صاح آخ لما سمعت الناس كلها قالوا لليش قالهم هاي الطق بالقلب فطقت الأخو بالقلب ولسمت الأخو بالقلب وإن شاء الله ما تلسمون من أخوتكم أحبتنا المشاهدين الشعيب الغريب طقوا أخوته وقسوا عليه حيل جدام الناس شال من سوق الشيوخ لكربلة بقى بكربلة فترة طويلة وكتب لسوق الشيوخ بيت وودا لسوق الشيوخ وودا لأخوته وتساجلت الناس على هذا البيت يقول الشعيب الغريب أخوتي اللي عليها الدو تراهم الظهر والناس يا صاحب تراهم أخوتي اللي عليها الدو تراهم الظهر والناس يا صاحب تراهم بعد ما شوف لوياهم تراهم لما يمطر لحد بالقاعلية أحبة المشاهدين هذا من جمال الأبوذية ومن جمال سوق الشيوخ اليوم ضيفنا رقم صعب ضيفنا مهم جدا ضيفنا يعد ضمن الذين يعدون الأوائل في كتابة الأبوذية وهذا الظهور الأول باسم كادر فجر الأبوذية نتقدم له بالشكر لقبول الدعوة حقيقة هذا الشاعر هو من شعراء البارزين في الأبوذية هذا الشاعر لطالما أراد الجمهور أن يعرف صاحب بيت شبحه لطالما أراد الجمهور أن يعرف من هو حبيب الأسدي أبياته وصلت قبل أن يصل إليكم فيديويا اليوم الظهور الأول للشاعر حبيب الأسدي ابن سوق الشيوخ حياك الله ومنورنا الله يحييك مولاي الغالي وشكرا على الدعوة وتحياتي إليك والأخوة الكادر والمخرج وإلي الشرف الكبير أن أكون ضيق اليوم الفجر الأبوذية إن الشرف إن الشرف أستاذ حبيب الله يحظت منورنا حياك الله وأهلا وسهلا أنا متأقن أن حبيب الأسدي اليوم بيوته كالسيف البتار والله هي إن بيوت حبيب الأسدي كالسيوف الهندية الله يسهد إن بيوت حبيب الأسدي كالقطعة الأثرية ليس لها مثيل وليس لها ثمن الله يحظك أنت حبيب الأسدي من الأسماء المهمة يعني أعجز من أقول يدهي باجة بحقك أعجز من أقدم حبيب الأسدي أعجز أمام حضرتك أمام هذا المنجز من يا سنة تكتب شعر حبيب الأسدي ركتبت شعر من 92 من 92 إلى 2024 تكتب الأبوذية نعم موفق يا حبيب شرفنا ومنورنا الله يحفظك حبيب الأسدي اليوم بجعبتك كل شوية ما راح أسئلك هو يعني أسئلة بسيطة وأريد أسمع منك أكثر شي نسمع سالفة شبحة دوخة الوادم شبح بدأوا أروح لك أبدي لك بقصتها أريد سالفتها الوادم تريد تعالف سالفة بيت شبحة شبحة البنية بالسلف خوش حبيتها زيان تعرف إحنا عشائر أي ودائما البنية يكون بنعمها أولى بيها معلوم فقابلتها ثلث سنين ثلث سنين لا حاشوا إياها ولا مسؤلفوا إياها وديت خطابة وما رهمت يعني ثلث سنين أعللوا وصفوا وعلى السمعها بس تشوف الله أكبر بحشي ما بنبعيد بنبعيدي بس شوف السلام بنبعيد فأنت خطبت لبنعمها خوش وراها ما قلت لك صار لمجار راح أوهلي للزيارة وصدفة شاءت صدفة أن تقدر تجي يشوفني سلم علي قبل لا تزوج الله فأجت أهلي ما موجوني بالزيارة خوش وأنا وحدي بالبيت دخلنا للبيت قعدنا بالديوانية سلمنا واحد ع الثاني وسؤلفنا خوش إنزاحة تشنت متحزم قلبي الله 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 إنزاحة تشنت متحزم قلب مني جود غازلا قلبي مقلبة انطرح وشتهي قلبني وقلبة قلبة وثانية وسنح بديه الله أكبر الله ارتخوا قلوبنا دقة ودقة خوش ارتخوا قلوبنا دقة ودقة وشبقني وشانني وشلته ودقة المصيبة بابنا عيط ودقة يا أبوي وقال فك الباب لي الله أكبر الله 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 أسا وقتها أي أبوك فطلعتها بطريقة أي أبوك جوالدي من الزيارة وقبوا ما كنت حاسفها الاحساب الوقت اللي يستغرق دقائنا هذا خمز دقائر الله هو كبر فراحت خوش ورا يوم وين وقتها وعمتها تمشي أي سلمت علي عمتها أنا قاعد بالباب قلت جوا من أهلك المزيارة قلتها يجوا أهلك المزيارة بس يجوا وراحت هي وعمتها كتبتها ليلة عليك العين شبحها أما تدرب جفاك الصوت شنه البحة هلا يلا عليك العين شبحها أما تدرب جفاك الصوت الله 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 شبحها شفترا ما يخطي دمس شبحها خطيتك روح ما مقسوم لي الله أكبر وراها الزوجة الله يهنيها وشالهم الغير منطقة بعيدة خوش بقيت أنا ما مزوج إلى أن صار ثمان سنين ثمان سنين لاقي أتهب بسوق الشيو لا لا هم الله أتهبني أمرها ست سنوات واليد تغير أمرها أربع سنوات تلاقي أنه خيوط الشوف وشبتين عشق وشسولفا بالعتب الله 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 تلاقي أنه خيوط الشوف شبتين عشق وشسولفا بالعتب شبتين الله 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 بصفن تعليها حس شانون شبكاً قضو حاتم طبخ للضيف بيه الله أكبر سؤلفنا شوية قات أنا طلبك يا بابيش طلبين قات طلبك بالماقسم الله تحل كل مجح في الجيشك وأعلن الثورات مجح في الجيشك وأعلن الثارات وعلى الماقسم الله تريد ثارات دمس حطيت هانو بيك ثارات وخطيتك قوم حطهن دمس بيه الله 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 ورعه هام سؤال هنا قالت انت شويت لك متهني ومرتاح تكتانا متهني شينها صالت ثم سنين كارض الشارع وقاعد لا زواج لا خطوبة لا وانت متهنية وبتولت وبعد عدش طفين وانا كل شماكو كبار جزا الوقت شي بيت كتبت هني ليلك وتنشدني شليلاك تعال قبال وفرشلي شليلك حسبة عرب نحسبها شليلاك الشليل وثوبك وكلك إليه الله 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 يا حبيب الأسدي هاي قبصة شبها الله 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 خلس مع بعض منك أبو ذيات أنا أشخ شوق خوش أنا أشخ شوق وتبلعم مشاريج الله أكبر أنا أشخ شوق وتبلعم مشاريج بدسيث وبرد واشمسلك مشاريج مشاريج أغز بصفاح ومعطلك مشاريج خوش وراهم عقلي من راحة وشياهاي استهان بقدر ما يعلم شياهاي وراهم عقلي من راحة وشياهاي استهان بقدر ما يعلم شياهاي بصوت أطربتني التلتم شياهاي نسيته وبالثغرة وحنبيه الله أكبر لا حول الله وراك عيون غارة خيل يمحاي بليل وأمنية النام وراك عيون غارة خيل يمحاي بليل وأمنية النام يمحاي غدرن الريح بالآثار يمحاي وتهت واللي يلظم عن السريح غدرن الريح غدرن الريح بالآثار يمحاي وتهت واللي يلظم عن السريح الدمع قلبان غرق واشتهو ماي البدو معي ربك الله أكبر الدمع قلبان غرق واشتهو ماي البدو تهمون مالح واشتهو ماي وراهم اشتهى صرخ واشتهو ماي اشتراب استبحلوا ضمهم علي الله 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 حبيب الطينا مجعب خادمانا طينا مجعب خادمانا شخليتنا شنسوي شنسأل من هو الظلم حبيب الأسدي هو الظلم موجود سيد بعامة الشعر أكل ظلم خلاش بس أنا ظلمت نفسي ليش ظلمت نفسي والله الشعراء ما ظلمتني لأن أنا ظلمت نفسي ما أطلع إعلاميا شنهل منعك عدم ظهور إعلاميا صوتك كان ما يساعدني لحد الآن صوتك ما يساعدني على اللقاء أكثر كتاباتي اللي كنت أكتبها أكتبها النفسي والربع الخاصين به كل اللي كتبته أنا مار به حقيقة مار به لكن طلع قوة علي ما تريده يطلع؟ والله أنا كنت ما يريده يطلع الصراحة يعني كنت أكتب النفسي بس بعديا صارت تحديات وأكو هذا اللي يقول أنا مني نافسني بالأبوذية وأكو غيرها أكو غيرها فكتبت النوم الخميس أنا العرس هن وانا جمعة وانا جمعة القوافط الشعر هن وانا جمعة أنا حسين لعبادي وانا جمعة أبو معيش رحيم الناصري والنعم 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 أصل وبأصل ما أصل وجل ناس خوش بهويت الجن أنسنه وجل ناس أصل وبأصل ما أصل وجل ناس بهويت الجن أنسنه الله 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 بهويت الجن أنسن وجل ناس الأذية أختي بتتم وجل ناس أبوي وزفهل وحلت عليه الله أكبر الأذية أختي بتتمي وجه الناس أبوي وزفهلي وحلت علي أحب مسمة حشمة ونسمة صبو الصير لنجمة أحب مسمة حشمة ونسمة صبو الصير لنجمة منقلهان الوفد قل ونسمة نعم هاي الحنين الناصرية الله 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 والنعم للناصرية يحن قلب الديار العز وهلها وعليها دمع تسشبها وهلها اللي بيها عشق ثابت وهلها الربا والطيب أم الناصرية والله والنعم والله والنعم لماذا حبيبي الأسدي مبتعد عن الساحة الشعرية على هذا الكم الهائل من الشعر والإبداع والسباكة والجمال وكل ما تعني كلمة شاعر أنت بزمان والدي مدلل منتوفى والدي الدنيا عكسة هاي أمور هاي حسة مشاكل بين الأخوان بين العمام بين شغلات هاي فأكو أمور هاي وأكثرها العوز منعني من أن أطلع وأمشي وأتحرك خلي أسمع منك أبو ذيتي حتى ننتقل لفقرة مصارحة أسمع منك أبو ذيتيين أبو ذيتيين الله الله أطر جروب والكاسر مطرها وسوالف عجلة بنمي ما أطر ريها استها مش ما ثقال فوق مطرها أبو كلها الصجر وتبات بي الله 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 أستاذ حبيب أسألة مصارحة بسألة كنها صريحة إن شاء الله يحفظك أنت أكثر شخص تأذى من الأقارب نعم تأذيت هواي من الأقارب كل شواء ليس وتمنوا لي أطيح بكل عسرة يعني قدامي لحوال الله صارت أكو منافسات على أمور ثانية هذا يجد يبرز وذاك يبرز وهذا صار عنده أموال هذا صار عنده جاه وهواي شغلة عالته صار هم قلت شي؟ قلت هواي وأنا كناس ما تؤلمني مو كل واحد يؤلمني أنا صار التخارس التخارس وبصد صوت القصته ما ظن قصته ترهم لا قصته أديراً ماي من قصتي لقصته حيو خالي الحي رد لديه الله 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 بلحايا المولحان من ملحة أولنا البيض بطردهن بلحايا المولحان من ملحة ولنا البيض بطردهن من ملحة الخبز ريجاً وصمطة من ملحة ويغذر بالكفر والكاولية الله 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 أخوتك أذوك؟ كلش وسوق الشيوخ كله أنا ما نشقدر أذونا أخوتي هايش بس الحمد لله أذونا أخوتي بس طلع عندي أخو نشعة شال عني حمل هواي ساد عني كثير وساد عني أخوتي هواي وتوقع الحمل كله بس هو هذا الأخو اللي يعني صار لتشوة شبيرة بعد ما أشوفوا له إياهم تراهم فهذا الأخو كتب تعليبية والبقية على أخوت الباقي شم سوي لك أخوتك؟ هواي تأذيت شغلات من أتهم هواي هواي ما تسامحهم؟ لا أنا سامح ما أجعل بس أنا أتأذى ومن أتأذى أكتب زين هما ما حسوا أنه حسوا وتندموا والأمور بس شالفايدة بعد ما فات الوقت؟ شرح ما طاب؟ شي طيبة جرح لينطق يصيح أحاها وحايا أحاها طيق نتشنت بالروح مشاري شوية الله فهذا أخوي زين المعدل بنور الله يحفظه قلت له يا أخوي السيف أنت وانت خيلاي وظلان خيالك أنت خيلاي الولد ابن الغريبة وانت خيلاي ابن موفدك ولا أدمي الله 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 ماذا يعني لك الحسين ابن علي عليه السلام؟ سلام الله على الشيء مصبت الحسين هي عامة والحسين تعلق بي زاد عن حده يعني أنا رح أطلب منه قوة وليد منه الله الله فكتاباتي من ضمنها عند قصائد بقارها سيد فاقد وغيره ورواديد بس الأبذيات يقول عندما وقع الإمام الحسين سمع أنين من الخيام طحت واسمع حنين وانشيلت علي وخوف لا تنجر اشيلت تريدني أجزيان بشيلت الرمح واصلت شبد القاعبية هل حبيب الأسدي حبيب الأسدي زرعت ومات زرعت لماذا؟ أفت بالصبر فت الحجر برحاي لحد ما فرقس الطقاق برحاي شنت مثل علي أسوق برحي بجفاكة مقطع الطواش بيه ليش زرعك مات؟ زرعك مونة نبات الأرض؟ هل حبيب الأسدي باع أبياته الشعرية؟ نعم بعت شعر؟ سلبية تنحسب عليها سلباً ولكن أقول لك نعم ليش بعت شعر؟ مرات العوز يجبرني بيها عزة هواية؟ بعت جبرني العوز بعت وانطيت شقد بعت؟ لا بعت هواية كل شوية بعت أبوذية وبعت هوسات وبعت قصائد شعراء معروفين؟ شعراء حالياً معروفين موجودين بالساحة؟ موجودين بالساحة وخذوهن واشتراوهن؟ خذوهن واشتراوهن بعت حتى بباكية الجقائر الله أكبر وهالناصرية كلهم يدرون واشتراوهن واشتراوهن أنا بعت هواية ببت حتى بباكية الجقائر شقد كتبت؟ أنا بالنسبة للكاتبة إلي اللي أعتز بي مو ذاكي تكمل هائل ما يتجاوز الميت بيت الخاص بيه أنا واشقد بعت؟ بعت بالمئات ما بتندم على بيعتك لهالأبيات؟ هذا الانتاج؟ أنا أكتب بي ومتندم مو حسة متندم أنا أكتب بالبيت ومتندم راح أبيع الله أكبر شين السبب؟ قلت لك العوز مرات يجبرك أو الخجلي أو نخوة أسماء برامج هس يطلعون؟ طلعوا برامج وطلعوا معروفين يعني رحول الله طلعوا أكثر من أنا أول لقاء طالع بيهم أطلعوا حوالي فلسلقاءات ولقاءين طلعوا؟ بمالاتك؟ بمالاتك رحول الله رضي ما تقول لهم الكاميرا حتى نطلع فاصل؟ أقل له ذهب طبع شجعيونك تنكراح أوجبينك نشف ولكف في تنكراح ملحموا نغلوا أنت تنكره نغل ريجك فلا ضايق خوية الله نطلع فاصل خهابركم حباة المشاهدين فاصل و نعود إليكم حياكم الله أحبتي المشاهدين الكرام إننا أليكم من جديد مع الشاعر و المبدع و كميل جدا حبيب الأسد حياك الله صاحب أعبناك اليوم سامحنا أنا خادم الله يحفظك الله يسلمك خلنطلع من هذا الجو جو الطلاي وجو الحزنة وجو التفاصيل شو تقول نطلع من هذا الجو أطلع روحك خضرا مو طبعا خضرا سبقا خضرا لا والله والله كلش كلش ما سرحم خلنش نسمع غزل يقول غزيت موسمة رحم غازيل الدلعو كل سنة يضحك غزيل غزيت موسمة رحم غازيل الدلعو كل سنة يضحك مجسب بالذهب والبس مغازيل القلب دورك أشيج تشاس بيه الله 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 وأن الوسمة هالنار والدار تجين وتكرم الخطار والدار أصيله وما غواها الغزل والدار علي هولان غرت بريحيه الله 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 صرت لتقيس هايم أشق بالقيس صحة وشوقة بقياسي ربع بالقيس صرت لتقيس هايم أشق بالقيس صحة وشوقة بقياسي ربع بالقيس شنة ليلية صعدت عرش بالقيس وخمس قصور تفترين بيه الله 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 قسم لا بالغ بصفك والأقذاب يلشح من القلب لجلك ولأكذاب ولأكذاب بدر أربع طعش غيم ولأكذب بالنقاب أحجب ظو أخدودك عليه الله 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 اي والله اي والله بدر بدر أربع طعش بيه بدر أربع طعش غيم ولأكذب بالنقاب أحجب ظو أخدودك عليه يا أخي تحييس يا أخذب بالنقاب اي دليلي ما دليلي إن كأن على الكائنة ما يشبه إن كأن كأن شفت خضرم البجنات كأن زمر الرجان بفضة عربية الله أكبر الله 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 يا حبيب الله يحبك مولاي الله يحبك لماذا أتهم حبيب بأسلوب عريان وكاظم إسماعيل القاطع وترك القصيدة وابتعد عن القصيدة من كتبت القصيدة قرأتها وقالتها وقالتها تقل عريان أنا قسم بالله العظيم لا أقلت عريان ولا أقلت كالم إسماعي القاطع أنا نفسي بالقصيدة ظل النفس سابقني بي عريان أنا شسود طيقتي بالكتابة حتى يتضح المشاهدين دعنا أسمع مقطوعة من القصيدة بنفس عريان بنفس عريان أنا من الزغ الراضح سد اللعات ونكبات الوكت منيها الخاوني وعشرة المصايب من بصيص النور وعشق عن ترلعب لا أعتقد عشقني الله ملذات الفرح ما مرن على الريج ولا لحظة فرح بيها ابتشر سني دقا كيف لي مع الثرات الكيف وبروح القهر بطواره يغني الله ورامان الوكت وسلاح حيلي جيس وشيلات القشر بالقلب لاحن بيدة والجروح وتن ما مصيوب وطبيان الشماتة مفتشر سني ولاقيها في صلافة وعين تخزر عين ما لو ذبهرش عقول له سني أدرأ من المصايب وهدل الهنزيج وجزحن بصبره وما يجز عني مو شان الأطيح بأول المركاضة ولا باخرف قادل ينشد عني خامرت الكوس وروح سلد الكوس أسكر الكوس وأطلع ما يسكر عني الله أسكر الكوس وأطلع ما يسكر عني بنفس كاظم إسماعيل القاطع راح تلك ثلاث مقاطع من قصيدة ما ريحة موت؟ ما ريحة موت ما لأن طويل القصيدة خلّ اسمع منها ريحة موت فاحت بالشوارع والعلم تابوت يا السلام والله وفي كل صدر يصدح صوت صوتي كابد الحرمان قبل الموت الله وكبر ومنجيد الحياة الشاب قينا سنين مجبورين قطعنا القلايد والشباب اضطشرت ياقود الله 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 وتناسرنا حلم بعيون بالزيقار خلاء بس شفاد أشقناها وطن بس ما لقينا بيوت الله أشقنا بعاطفة وأشق العواطف حار انفعالات وجنون الشرق طقت بالظلوع وصار وخفنا على الحمامة تموت رسمنا بكل درب مذبوح صورة عن كبوت الله 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 قصيدة طويلة بسمانه كبيت بيه هذا ما لطشرنا شيء حب رمان احنا مشكلتنا نموت يلا نعيش الله وكبر وراح نعيش راح نبيع كل شيء على الجسر تفليش الله 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 راح نطش عمرنا بساحة الحبو بحب رمان حتى بساحة التحرير يطلع للرجال الثاني الله 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 الخصيدة طويلة كله خل رجع خل رجع أسمع منك أبو ذيال خافي أخذنا الوقت أخوة نجوم وعيوني سملهم عزازة كل هذا وعزاز بعدهم كل هذا مأذيني ومسي عزازة نحو لما أخوة نجوم وعيوني سملهم تنت ولتاني بالغالي سملهم انفتك ثوبوا علي عزوا سملهم وانا الوجه الذي كشخون بيه الله 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 اي والله اي والله أخوتي أخوة نجوم وعيوني سملهم تنت ولتاني بالغالي سملهم انفتك ثوبوا علي عزوا سملهم وانا الوجه الذي كشخون بيه الله الروح من أخوتي واسفة غطلهم وراسة شم نهر خابط غطلهم الروح من أخوتي واسفة غطلهم وراسة شم نهر خابط غطلهم عين حياك حايكها غطلهم وعين فراش ويفدقون بيه الله 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 شايب بس لها السسنين يهلاي براسي والدمعك اليوم يهلاي يهلاي عنكم ما شلت لبعيد يهلاي الباب بباب وتقطعون بيه الله أكبر هل لا ريد لا خفز ولا ماي ولا رايد والعلتي ولا ماي قطعت لا أخي مرني ولا متحن وتقول كانوا ليه يعدليه الله 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 الأخوة واضح لأخوته من نخوته غيور وثوبه سالم من نخوته شعجب صارت عسرته من نخوته هدق والدم طفح ينزف خويه الله 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 لئلي بسلف لئلي بسلف انشل وانشل بهم أنا وقلب انتعاون وانشيل به فيتي انبيا تخوته وانشل بهم سمعته قامي تحسر عليه الله أكبر الله 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 abort الله سعدك يا حبيب الله ساعدك يا حبيب الله ساعدك مو بلقيس شاقو ولكنياب سليمان و بلقيس مو بلقيس شاقو ولكنياب نسيت اللوة عن قلبي لكنياب أحن و اذكر بقلب لكنياب هارف و النزف دلاك بيه الله لهذا هنا اكتف خلص خلص هاي الجراح ما لدي تستمر شنو مشكلتك هاي المطلبين المطلبين قلت لك انا حتى محمد خاضرني و ارادوا يغنون بياتي هواي اي فانا ما قدرت انطبيوت للغناء غلطت مرة بطيت اغنية و ما قدرت بعد انطي من هو غلناها الغنية السيدات حجني بها الغنية مقروفة و قديمة و ليس الشاب بسم عراق نجم اي نعم اوه اوه انا عارفة بس ما هدا حدك الله حظك ايه كيف قلت عوز حمد و صالح ارادوا و علوانيات و ممت تقدر تستفاد مادين و انت من الساعة قلت لي انه انا بعت بيت حتى بيت باكيت جقاير نعم بعت بيت باكيت جقاير بس البيت ما حد يعرفه لي حتى من قرار شاعر راح يقرار باسمه بس الاغنية راح تبقى تاريخ و موروث و و انا خصوصا كتبت قصائد حسينية و قصائد معروفة و قرارواديد معروفين فتصير هاي تضارب هاي ازدواجية ها من توصل الى ازدواجية تقول هنا و يوقف كافي طبعا عفي هاي تنحسب اليك تنحسب اليك وفق لا تكتب الاغاني و ابي حال بينما كاتب نصوص الاغاني هو هاي هاي تنحسب اليك رغم هذا العوز ما قدرت انه تعيش شخصا و ازدواجية الله يوفقك ان شاء الله خلي اسمع بعد اش ما اذكر صبع عمري و يهلاي احن و تكذر و يسود و يهلاي اش ما اذكر صبع عمري و يهلاي احن و تكذر و يسود و يهلاي شلت شبه الملك عايش و يهلاي بجفاهم ها و لك صاح و عليه الله 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 الغفن بتفاك و ام ملقاك يوعان عمن و بقلب شوقك عسر يوعان يوعان سبع اخوان عدوا و بتت يوعان ابو جعسار و هضيمة استلف بيه الله 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 اكبر هايم هايم لا مرض بيه و شارم دوها انا ما ادريش يسمع و شارم تنتحرك تفب بميه و شاره هست صياح وي عبرا عليه الله الله اكبر حبيب الاسد هل انت رقمن صعب الابوذية انا ما حسب نفسه رقم صعب بلا يوم حبيت انافس شاعر بالابوذية ليش؟ لان ما تنت الى الرغبة ان اطلع ذاك و اظهر ذاك الظهور الاعلامي من هو قرين حبيب الاسدي او نده؟ يعني شوف هذا مستواك فلان هذا من مستواي ياهو بالابوذية عدنان الغزي والنعم بعد محمد صاحب تحياتنا بعد يعني ذو الان اللي اشتيان كارم و هميس الحنداني والنعم ذو الان بعد مو على سوق الشيوخ على مستوى الناصرية الناصرية بها شعراء كبارة بها المقدس حسين صالح الجاسم الله 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 تحياتنا بها الجوهرة علي عمال السعداوي ايه والله جوهرة يعني ايش احتي لك بعد كمل لا اريد اسمع يعني انا ما ادقلك اوصل المستوى رحيم الركابة او غيره لا رحيم الركابة خارج قوس خارج قوس هذا ابو رحيم الركابة تحياتنا له احمد رحيم الركابة خارج قوس القياسات هذا ما الم قياسات من ما انذكرك ابو احمد انت خارج قوس القياسات هذا ما الم قياسات متمامة شيء توافقنا الرأي ايه طبعا يعني انذكرك للإستطراع والفخر ايه هذا ابو الابوذية ابو الابوذية ايه والله ابو الابوذية ايش ضاف للأبوذية رحيم الركابة هو اضاف له تعب عليها رحيم الركابة كلش تعب عليها وخاصة ان بكت الثمانينات ايش سوى رحيم الركابة في ذاك الوقت ما كان اكو ذيك الشعراء والابوذية الطالعة رحيم الركابة الوحيد ما قرأ الصدام حسين عفية رحيم الركابة استمر بهذا الموروث وانطحقه وطلعه بأجمل صورة صدق والله ويستحق ان يكون أفضل شعر عبوذية سأصلك سؤال رحيم راسه أبيض هذا شيء براسه من الابوذية والله حقه شيء من الابوذية يعني الابوذية تصرق الشيء بالله لا والله ما حافظ لي بيت لرحيم؟ أنا ما قدر أحكي لك الرحيم بس أنا ليش؟ أحكي لك بيت أنا حكيت الرحيم يلا كم مردها الرمحة ركاباي عنيد وفوق ظهر العز ركاباي أنا خريج مدرسة الركابة رحيم وخذت من عدة الهوية أنا ختمتها بعد ختمتها بعد خلا أسمع منك بعد بديت وتيهة راسك يا بدواي بسبب بي يجرح مخفي يا بدواي بديت وتيهة راسك يا بدواي بسبب بي يجرح مخفي يا بدواي أنش دك همك وبلبر يبد وشامت له همتي اشتمت بيه الله الله حاد اضعون خلاني حديداي أبعد وانا قيد اهلي حدي حد ايدي حديداي رتعود للطنطل حديداي رتعش من نصفير ولا ذبي الله 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 أكبر حدوك فنظر عيني وراهم عساه يجيبهم ليه يا السلام حدوك فنظر عيني وراهم عساه يجيبهم ليه وراهم الوجه هم وجه قم تلسم ورحم على وجهي وانشد الشامت علي لحال الله الخذك مني التفتلي ووقف يرخيط أحمر وبدليل الهضم وعلى فراقك سلتني خيط يرخيط لحد الغرغر وشد راس بيه الله 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 حن شباب المضي فأليك حن الظهر والقلب حن النوع حنه حن الشباب المضي فأليك حن الظهر والقلب حن النوق حنه وعلي بدمو علو خطين حنه وكمل عريس لك حنية ديه يا سلام وين اللي ببصت قلبي لهم دار جفوا يوم الوقت وجهه لهم دار ذكروا سديتناق لهم دار ورجعوا للوفة بقصاب لي يا سلام أريد منك آخر بيوت يعني تتخيل شبحة أو صاحبة بيت شبحة واقفة بالك ماذا ستقول لها؟ هي عدلة؟ أي عدلة أقول لها هلا يلشوفتك كالورد يماي كتن شفك البشوق لحظة لحظة أكيد يشوف نمو أي يلا أكيد يشوف أي هلا يلشوفتك كالورد يماي كتن شفك البشوق يماي أما يهديك الله تبات يمي لي لو تدخل الجنة على ديك الله أكبر خادمك مالاك الله 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 يسلم ما هذا الغزل؟ أستاذ حبيب الله يحفظك ختاما خلّ أسمع منك ختاما آخر شي تقوله؟ آخر شي أقوله عندي بيت دار مئة وجهة كل الشعراء والمجتمع خوش ما تريد رد علي هذا؟ أريد رد علي أريد واحد يقنعني بالردم هذا زين يقول الخرسة شنه الصيح ساعات الاطلوق زين الي يرد عليك وقنعك شنه الي الا اhi شي والله الى سبحة كهرب او محبس يماني الله أكبر هسار الدوليك الخرسة شنه الصيح ساعات الاطلوق وما تسمع الي يحكي واانطرش من العروب الله 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 عيد البيتة fisherman خلّها حتى يحفظونا الخرسة شنه الصيح ساعات الاطلوق وما تسمع ليحشون طرشا من العروق الله الله هذا رح النشرة بعد اللي يريد عليك أنت تتابع الموضوع تتابع الموضوع أنا أشكرك خادمك مولايك وأشكر قبول الدعوة الله يحفظك شرفتنا ونورتنا أنتم الشرف ونعم الله عليك سيد حبيب لكل الشرف اليوم حضرت يمك الله يحفظك وجزيل الشكر إلك وللأخوة المصورين وللمخرج المبدع وللقناة طليعة كافة الله يحفظك والكل اللي شاهدني أنا خادمك خادم الله يحفظك الله يسلم إلى هنا أحبتي المشاهدين وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامج فجر الأبوذية انتظرونا بحلقة جديدة إلى ذلك الحين بأمان الله